السلام عليكم النهاردة هنشوف الدور الثالث بين كارلسن و نيبو واتلعبت فيه طبعا نقلات كتير من الدور الاولاني وما فيش جديد الحقيقة فيه اول يمكن سبع نقلات هنخش فيهم سريعا وتبيت وهنا في النقلة التامنة لعب نيبو اي فور عشان يخش انتي مارشل وده شكل من الاشكال بدل ال H3 اللي حصلت في الدور الاولاني لعبت هنا بيشوب بي سبن دي ثري دي سيكس ان بي دي تو وي روك اي ايت وهنا كارلسن بينتقد النقلة بتاعته بيقول انها ما كانش لها لازمة لانها في وسط مقفول فما فيش اصلا داعي لها ولكن النقلة دي هنشوف انها كانت مفيدة واتلعبت هنا ان اف وان اتش سيكس بيشوب دي تو بيشوب اف ايت بيفتح للرخ وبيدافع عن ال جي سيفن المربع اللي ممكن يحصل عليه هجوم في الاخر وفي الاول وفي نفس الوقت ممكن يلعب الفكرة زي انه هو يحط جي سيكس وبيشوب جي سيفن في وضعية من الوضعيات تلعبت ان اي ثري بفكرة انه هو يهجم على المربع بتا اف فايف تلعب هنا كارلسن اي سيفن علشان يمنع الحصان من النطة تلعبت السي فور بيضغط على البيضاء اللي موجود في البي فايف تطري يكسر اخذ بالحصان وتلعبت الان سي سيكس لانه طبعا مفيش خوف دلوقتي الحصان غير مكانه وتلعبت روكسي وان واي فايف بيشوب سي ثري والنقلات طبعا تتاجه شكل تعدول شوية مفيش لعب كتير بيشوب سي ايت ودي فور واخيرا نيبو كمل انتشاره وادرك انه هو عاوز يفتح الوسط اخذ كارلسن اخذ نيبو بالحصان واخذ كارلسن ثاني واخذ هنا نيبو بالوزير وزي ما احنا شايفين في ضغط شوية على المربع بتاع جي سيفن ولكن الفيل اللي في الف ايت حامي وما فيش اي مشاكل بيشوب اي سيكس تلعبت اتش ثري سي سيكس وهنا رجع نيبو بيشوب سي تو بحيس انك انت لو حركت حصانك ما يتكسرش والحصان مش مربوط في السي فور تلعبت الدي فايف والفكرة منها انه هو عاوز يفتح الوسط ويأمن نفسه بدل ما الابيض يهجم عليه تلعبت هنا اي فايف من نيبو منقلة حلوة واخذ هنا كارلسن الحصان واخذ نيبو الوزير رد عليه باخده بالرخ واتخذ اي في تيكس اف سيكس ودلوقتي طبعا ما ينفعش انك تاخد جي تيكس اف سيكس لانه وقف البيض بتاعتك هيبقى سيء فلزلك فضل كارلسن هو يلعب بيشوب بي فور عشان يتخلص من الفيل الاسود القوي اخذ هنا نيبو اخذ كارلسن على سي ثري بي تيكس اي ثري كينغ تيكس جي سيفن وتلعبت كينغ اف وان روك اي بي ايت روك بي وان بيشاركه العمود كينغ اف سيكس روك روك تيكس روك روك بي وان واتخذت هنا الرخ التانية بكيش خذ بالفيل كينغ اي فايف كينغ اي تو واف فايف تلعبت علشان يحد من نشاط الفيل وفي نفس الوقت يقمن المربعات بتاعته تلعبت بيشوب سي تو اف فور بيشوب بي وان والموقف يتجه للتعادل لان طبعا بيادئ الاسود لا يمكن استغلالها وكمان بيادئ الابيض لا يمكن استغلال ضعفها تلعبت السي فايف وكأنه كارلسن بيقول نيبو يلا نتعادل تلعبت بيشوب سي تو بيشوب دي سبين اف تري كينغ اف سيكس ايتش فور وده تحصيل حاصل وتلعبت هنا كينغ اي فايف لانه طبعا ما فيش سي تو يسيبه ولا برضو الفيل اللي موجود في الدي سبين انه هو يغادر الوطر ده لانه هيدي الفرصة للابيض يلعب البشوب بتاعه في الاي فور وبعدين السي سيكس ارجو ان انتو تكونوا استمتعتوا بالدور الثالث هو طبعا دور جاف شوية مفهوش جديد ولكن برضو الصراعات النظرية والتحضيرات غالبة على هذا الماتش وزي ما احنا شايفين انه تقريبا نسبة اخطاء الاثنين قليلة جدا وده ده بلق على التحضير العميق واعتقد الجيش اللي مع نيبو بيحضر له اعامل مهمة كويسة الغياد دلوقتي لانه متوقع اكتر نقالات كارلسن وتقريبا عدت عليه معظم التفريعات فما فيش اي مفاجئات لغاية دلوقتي نتمنى طبعا انه الجولة الرابعة تثمر عن نتيجة وهنشوفكم ان شاء الله في المرة اللي جاية ولو اعجبكم الفيديو ارجو ان انتو تضيونا لايك وتعملونا فولو على القناة وهشوفكم المرة الجاية على خير والسلام عليكم